حكاية أليو ديانج ايه بقى حكاية أليو ديانج؟ أليو ديانج بنسبة 99.9 من 10 صعب يلعب السوبر مع الاهلي والكل اللي طالع من النادي الاهلي ان أليو ديانج مش هيلعب السوبر ليه بقى مش هيلعب السوبر هو عنده شد قوي في العضلة الخلفية يقترب من المزق بس هو مش مزق يقترب من المزق طب هو محتاج ياخد راحة قدية أو ياخد تأهيل قدية على الأقل أسبوعين المباراة خلاص خلال ثلاث تيام هل بقى أليو ديانج ينفع يلعب مباراة السوبر ينفع بمسكنات هو نفسه مش حاسس بألام كبيرة طبيب الفريق دكتور أحمد أبو عبلا بيرفض تماما هذا الأمر وشايف أنه أليو ديانج مشاركته في المباراة دي هتعمل مضاعفات وغالبا هيبقى في مزق بعد المباراة عشان كده بقولك تسعة وتسعين فاصل تسعة من عشر ومش يلعب مباراة السوبر قدام نادي الزمالك الواحد ده بس الواحد من عشر ده لو يعني إيه جاز الفني بقى إيه قال لك خلاص لأن لعبه احنا محتاجينه جدا ومفيش بديل ليه وخلافه هو الصراحة في الأهلي فيه بديل هو أي نعم أليو ديانج من ساعة ما بدأ الموسم هو أفضل لعيب النادي الأهلي في مستوى سابت بس في نفس الوقت في حمد فتح في عمل السولية في آآ أفشة ممكن يستطيعونه في النص كلاعب تماني فيه تفاصيل كتيرة في النادي الأهلي يعني أليو ديانج لو غاب مش كارسة زي ما قال لونش لما يغيب على نادي الزمالك مش كارسة بس فيه اللي يعوض حتى لو مش بنفس الدرجة 100% بس فيه اللي يعوض هنا وفيه اللي يعوض هنا أهم حاجة سلامت لعيب عشان لقى اللي لسه عنده مشاوير طويلة جدا في بطولات عديدة جدا